بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا موضوعنا اليوم عن الخلعة في المعيدة وسنتحدث عن أسبابها وتأثير القلق على المعيدة وما هي طرق علاج خلع المعيدة وهل يمكن علاج خلع المعيدة بالأعشاب الطبيعية ونبدأ بأسباب خلع المعيدة لا يوجد سبب محدد للطراب المعيدة والمعروف باسم خلع المعيدة ولكن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على الحالة النفسية والمزاج مما يؤدي إلى تراكم مشاعر السلبية التي تزيد من احتمالية الإصابة بالاكتئاب أو الاضطرابات الكيميائية أو الكهرباء المفرطة مثل شحنة في الدماغ كما في الحالات التالية صدمة شديدة في حياة المريض مثل الموت المفاجئ لأحد أفراد أسرتك أيضا تغييرات كبيرة في حياة المريض كالطلاق أو الولادة أيضا التعرض لتجارب صادمة في مرحلة الطفولة مثل الصدمة الناتج عن حادث اعتداء أو اعتداء جنسي أيضا الاستخدام المفرط لمكيفات الكفائين أو التدخين أيضا هناك تاريخ عائلي من نوبات الهلع أيضا التعرض اليومي للعضلات الثقيلة والنشاط البدني والضغط النفسي المفرط في الحياة اليومية وكذلك التعرض المتكرر لخوف الطفولة الشديد والتعرض للعديد من التجارب السلبية المتعلقة بالأمراض والطب ويعاني المريض من بعض أنواع الرهاب مثل الخوف من المرتفعات أو الخوف من الأماكن المظلمة أو المغلقة ولكن ما هو تأثير القلق على المعدة؟ القلق والاضطرابات النفسية من الأمور التي تؤثر سلبا على صحة الجسم وخاصة الجهاز الهضمي وهناك أنواع عديدة من الآلام كآلام البطن المرتبطة بالحالة النفسية لصاحبها ومنها اضطرابات المعدة وهو الإجهاد الناجم عن القلق والتوتر العصبي الشديد ويؤدي إلى تشوهات شديدة في عضلات البطن مما يؤدي إلى شعور داخلي بعدم الراحة سواء كان ذلك مع الوجبات أو على معدة فارغة وأيضا هناك الاختلال في التوازن الهرموني حيث يؤدي القلق إلى خلل في إفرازات الهرمونات داخل الجسم وبالتالي يؤثر على هرمونات الجهاز الهضمي وبالتالي يسبب انتفاخا حادا وتشنجات معوية مع مشاكل في الجهاز الهضمي أيضا هناك متلازمة القولون العصبي وتعتبر متلازمة القولون العصبي المزمن من الحالات الناتجة عن التوتر العصبي الذي يؤثر على عضلات المعدة والأمعاء مما يؤدي إلى تقلصات وتشنجات على طول القناة الهضمية أيضا هناك زيادة مستوى العصارات الهضمية يؤدي القلق إلى زيادة إفراز الكورتزول مما يؤدي إلى زيادة إفراز العصارات الهضمية وبالتالي يزيد الشعور بالحموضة مما يؤدي إلى القيء والغثيان وتهيج الغشاء المخاطي في الأمعاء المرء أو التهابات وقرح المعدة والإثنى عشر وحتى لا نطيل عليكم سنتابع في الفيديو القادم الإجابة على سؤال ما هي طرق علاج خلع المعدة وهل يمكن علاج خلع المعدة بالأعشاب الطبيعية ودائما وأبدا الحمد لله على نعمه مع تمنياتي للجميع بدوام الصحة والعافية حبيبنا ما هو رأيكم التعليقكم على هذا الموضوع وإذا فيه أي استفسار أو سؤال أو أي اقتراح يمكن وضعه فيه تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله وإلى اللقاء مع معلومة صحية أخرى